السلام عليك يا زيكا شباب ان شاء الله النهاردة في الفيديو دي هنحل المسألة رقم 12 في برويجكت اويلر او مشروع اويلر فخليكم معي تمام فالمسألة بتقولك ايه بتقولك ان في مجموع في شوية اعداد اسمه اعداد مسلسية تمام طيب الاعداد المثلسية مثلا العدد المثلسي رقم سبعة وعبارة عن مين هو عبارة عن مجموع اعداد من اول رقم واحد لحد رقم سبعة تمام وبالتالي قمت العدد ده عبارة عن 28 طيب بعد كدة هو قالك trilوقتي يبقى مفروض ان اول عشر اعداد هي القيم ديت لوا واحد وبعد كدة 29 وبعد wouldn't add 6 وهكذا يعني طيب فقاللك ايه تعالا بقى هنشوف عدد المعملات بتاع الاعداد ديت يعني اول عدد مسلسة عبارة عن رقم واحد طب تانى عدد مسلسة عبارة عن رقم ثلاثة تمام طيب رقم ثلاثة دي عبارة عن كم هي المعملات بتاعتها عبارة عن 31 وتلاته طب ستة عبارة عن واحد وتنين وتلاتة وهكذا. طيف دلوقتي رقم تمانية وعشرين اللي هو عبارة عن سابع رقم مسلسي. تمام? هو اول رقم مسلسي عدد عامله اكبر من خمسة. تمام? يعني اه دلوقتي له اكتر من خمس معاملات. تمام? فهو فعلا انه قد تجي تعادل معاملات بتاعته هتلاقيها ستة. تمام? فهو طالب مننا ايه بقى هو عايز جيب او عايزنا نحسب اول رقم مسلسي تمام عدد معاملاته اكبر من خمسمية له اكتر من خمسمية معامل اكتر من خمسمية تمام طيب بص يا سيد هو في بس دي مقالة كده انا كنت قريتها يعني عن الموضوع ده فتعال انا هخصك المقالة فلو انت عايز يعني تقرأه كده تمام فالفكرة فائق احنا لو عندنا مثلا اي عدد اي عدد كاف ماشي بحيس ان العدد ده هو طبعا احنا اتكلمنا قبل كده اذا في الفيديوهات الي فاتت احنا قلنا اي عدد في الدنيا عبارة عن حصل ضرب وا Justin يجبع من الاعدد الاولية تمام فقال لك ان العدد كاف ده مثلا لو بيسوي مين بيسوي الف قصي سين في بجم اصي سواء見 ус six بحيس مين بحيس ان الا الف والبي существ报 ديت عبارة عن اعداد اولية تمام لازم يكون اعداد اولية طيب يبقى بالتالي كده عدد معاملات عدد كاف ده عدد معاملات بتاعة العدد كاف عبارة عن بين عبارة عن سين زائد واحد ماشي فصات زائد واحد في عين زائد واحد. بس كده. هو دي اللي احنا عايزين نوصل له بقى. انا عاية عدد المعاملات انا عايز اوصل للعدد. تمام? فدي الفكرة كلها. طيب فتعالا بقى نشوف هنعمل الكلام ده كله ازاي. طبعا الفكرة بتاعت المسألة دي تقريبا هي جمع فكرتين اتنين. تمام? جمع اول فكرة خالص في بروشيكتو ايلر اللي هو مجموعة الاعداد لحد رقم معين. تمام? اللي هو المتسلسلة الحسابية. وتاني فكرة ان انت ازاي تجيب الاعداد الاولية اه المعاملات الاولية لعدد معين. ازاي تجيب المعاملات الاولية لعدد معين. تمام? طيب فاول حاجة تعال هنشوف احنا هتبدأ ازاي كلام ده كله. فاول حاجة احنا هنعمل فيه اسمها تمام? وهنديلها مين? هنديلها عدد المعاملات اللي انت عايز تحساب عنده. تمام? فهي هي موجودة هنا. تمام? فالدلة دي عبارة عن ايه? الدلة دي بترجع اول رقم مسلسة عدد عوامله اكبر من عدد العوامل المعطة. تمام? اللي هو الد. طيب فاحنا هنبدأ من رقم كم? هنبدأ من اول رقم يعني الترتيب كم? هنبدأ من اول ترتيب خلاص اللي هو الترتيب رقم واحد. تمام? فبالتالة لو الترتيب رقم واحد هيديك اللي هو رقم واحد. ترتيب اتنين هيديك اللي هو رقم تلاتة. ترتيب تلاتة هيديك رقم ستة وهكزة. تمام? طيب بعد كده. بعد كده بقى هندي في ميسود اسمها وهتديلها او الترتيب بتاعها. تمام? جيت دي نفس الكلام بتودنا المجموعة الاعداد لحد على حسب الترتيب. تمام? طيب فطبعا يعني ايه? دي حسبناها منين ديات من اول مسألة اول مسألة خالص. دي جبناها من اول مسألة خالص. تمام? حلناها قبل كده. طيب. وبعد كده? بعد كده احنا هنشوف هنجيب عدد المعاملات بتاعت العدد المثلسة اللي احنا حسبناه دهو. تمام? هنجيب عدد المعاملات بتاعت. لو طالع عدد معاملات اقل من من اللي انا عايز احسابه. تمام اللي هو اللي احنا مدينه في الدلة ديت. تمام? هفضل شغال. اول ما هوصل لرقم اكبر من عدل المعاملات ده. خلاص هرجع الرقم بقى اللي هو فعلا دي اكبر رقم ما نقدر هوصل له. وهو دي اول رقم فعلا عدل معاملاته اكبر من العدل المعاملات اللي هو يعني ايه معطل الدل? طيب هنعمل ايه? احنا طبعا لو عدل المعاملات طولها اقل. تمام? هنزود الاندكس او الترتيب واحد. تمام? وبعد كي نحسب الرقم المسلسة عند مين? عند الاندكس الجديدة. ونرجع تاني نعمل الحسابات تانية نفضل شغلين هكذا. طيب. في ميسوب بها الميسود اللي هي فيها الشغل كله. اللي هو جيت فاكتور نامبر. تمام? اه فطبعا ايه دي هتديني مين? هتديني عدد المعاملات للرقم اللي انت هتدهولي دلوقت. تمام? طيب فالفاكتورز دي عبارة عن ايه? عبارة عن دكشنري. تمام? طيب هنبدأ طبعا اول حاجة اول رقم اللي هو رقم اتنين. طيب. اه دلوقت انت كم مرة يعني ايه? عدد المرات اللي الرقم دي بيتقسم فيه على اتنين كم? صفر. يعني لسه ما عرفش ان الرقم دي بي اسم على اتنين ولا? فانا اول رقم طبعا اول عدد اول هبدأ اعمل عليه حسابات هو رقم اتنين. طب كم مرة العدد دي تقسم على رقم اتنين? صفر. يعني لسه هشوف هو يتقسم كم مرة على رقم اتنين. ليه بقى عايز اشوف كم مرة يتقسها مع رقم اتنين عشان اقدر احسب القس بتاع الرقم ده. تمام? عشان اقدر احسب القس ده. تمام? طيب. فاول حاجة طبعا احنا طبعنا نفس الكلام ده شرحناه قبل كده في في يعني مسألة رقم تلاتة. لو مش فاهم الكلام ده كله ارجع لمسألة رقم تلاتة شرح فقا كل حاجة بالتفصيل. فهتطبق نفس الكلام ده عشان اجيب مين عدد المعاملة. تمام? في المسألة التانية بقى ان انا كتاني دايما بفضل اعمل حسابها بحيس ان انا اجيب اكبر عدد اولي. لا يعني هنا يعني ايه كل الاعدل الاولية اللي موجودة عندي? هحفظها هحفظها هنا عندي في مين في اللي موجودة عندي هنا. طبعا فيه هنا جزء هنا طبعا مهم اللي هو آآ جيت ديت يعني مست مهمة جدا في بحيس ان هي بتبص على مين? بتبص على الرقم او الكي او المفتاح اللي انت مدهولة. فانا هتدي لها المفتاح اللي هو اف. تمام? اللي هو الرقم ده. تمام? فلو لقيت ان العدد الاولي دي فعلا موجودة عندها فهتديني القيمة اللي هي كانت موجودة اللي هي محفظة قبل كده. اللي هي القيمة القديم. تمام? لو مش موجود خلاص هترجع لصفر. تمام? فدي مهمة جدا عشان ما تديناش اي ارور ولا تديني اي حاجة لو كان الرقم ده جديد ومش موجود قبل كده في اللي عندنا. تمام? طيب بعد كده بعد كده بقى هناخد الرقم الاديم ده ونزود عليه واحد ونجدد بقى ايه نجدد الفاكتوريالز بتاعتني يعني مثلا يعني مثلا لو في رقم مثلا شبه رقم ستة فيبقى المفروض ان الستة دي هيتقسم على الاثنين مرة واحدة وهيتقسم على التلاتة مرة واحدة تمام فيبقى عندك ديكشنر عبارة عن اثنين وقيمته واحد وثلاثة وقيمته واحد تمام وبعد كده بعد ما اخلص الكلام ده طيب فاقول ده وتدين القيام اللي موجودة ده therapist مش المفاتيه هتدينك قيم تمام؟ وبعد كده قيمة بقى من دولت هدربها في number of factors number of factors هينا فوق اهوة بيساو واحد بعد ما ازود عليها واحد تمام؟ بس كده فاضرب كل واحدة فيها بعد ما ازود عليها واحد وبعد كده ارجع عنين ال number of factors طبعيا لو انت عايز بقى مسلا تشوف اللي موجودة عندك وبيقسم كم مرة والكلام ده كله فاحنا ممكن نعمل الجزء ده ماشي بس كده فهو دي الفكرة كله تمام الفكرة كله في كلام ده طبعا انا بتكلم بسرعا لو انت مش فاهم اي حاجة شما ما قلت لك ارجع في فيديو رقم واحد والفيديو المسألة رقم واحد المسألة رقم ثلاثة في بروشيكتو إيلر وهتي فاهم الكلام ده كله تمام ما فيهاش اي حاجة جديدة المسألة دي تمام بس كده فتعال كده نجرب ونشوف الرقم اللي هيطلع لنا تمام دي الرقم اللي طلع اهو تعال ناخده كده ونشوف بسم الله بس فاهم دي يعني اي حل المسألة كده يعني هي المسألة يعني سهلة ما فيهاش حاجة يمكن بس انا قلت لك قبل كده ان الفكرتها يعني نفس فكرة المسألة رقم واحد المسألة رقم ثلاثة فما فيهاش اي حاجة لما تقرأ كوب بس ولو انت متابع معنا من الاول هتلاقي بصوطة خلص ما فيهاش اي حاجة ان شاء الله بس فاودي لنهاية الفيديو ربي يكون عجبكم استفدتوا منه واريت لو رس ما اشاركوش معنا في القناة انزل تحت وتعمل اشارك وتفعلك الجرس اعجبك الفيديو ريت تعمل لك وشاركو مع صاحبك وشوفك الفيديو كان ان شاء الله يالله ساماني اشتركوا في القناة